توفي ثلاثاء الماضي المذيع اليمني المعروف بإذاعة صنعاء وأستاذ المذيعين اليمنيين عبد الملك العيزري ذلك بعد معاناة مع المرض هذا وكانت قناة سعيدة قد أجرت معه مقابلة في العاشر من نوفمبر الماضي وهو على فراش المرض بسم الله الرحمن الرحيم هذا الصوت وفي زاوية صغيرة بين المرض وعدم الاهتمام أنشأ لنفسه بصحبة زوجته حياته الخالية بعد امتلاء ومنذ أن صارت الحياة إلكترونية أصبحت جميع الحكايات تنتهي بحذف وحضر إخفاء وظهور عميد الإعلام الإذاعي اليمني الأستاذ عبد الملك العيزري وبعد سنوات طوال من إفناء عمره في خدمة الوطن إعلاميا ها هو الآن يقاصي مرارة الحياة لوحده دون أدنى اهتمام من الجهات المعنية كنت أحس بضيق في التنفس وأشكي على زوجتي وعلى ابني ويقولوا لي ربما أنه نتيجة لبعض الحالات الطارئة التي ما تنفك أن تنتهي ففي يوم من الأيام زاد علي الضيق فأصعفني ابني إلى المستشفى الجمهوري وكان في يومها الدكتور أحمد ابن كايد القطاع فأصعفني على طول حاول أنه يشوف ما عندي كاللي الآن تروح المستشفى الجمهوري نعم هذا العملاق الإعلامي الكبير الذي وقفت عجزة عن وصف ما يشعر به رغم تقاسمه معنا الأفراح والأحزان عبر إذاعة صنعاء وغيرها كنا معه نسترق من أيامنا لحظات جميلة أنار بها الحياة حتى انطفأ نور عينيه ليكمل حياته مستندا على كتف شريكة عمره اجعل لعينيك الكلام ليقرأ من سوادها أن خمسة وستون ألف ريال يمني فقط كانت كفيلة بالحفاظ على نورها العيون 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 بدأت كانت تأتيني ظلمة أشوف وأنا بين أشوف كذا كويس أشوف إلا حاجة زي الغيمة الظلمة كانت تأتي على ثنتين العيون فروحنا المستشفى وهذه قد سودت نائيا أنا فرحانة أني فرحت زوجي وراحت زوجي لما بدأوا الاتصالات والاهتمام المدعين والإعلانيين اللي كان بيعرفوه من زمان نفسيته اتحسنت وترفع معنوياته برام كان الأول كان بيعاني وحالة نفسية كان تعبانة جدا جدا يعني وزعت الأعلام للأسف الشديد للأسف الشديد كم وصطات والسطور اللي عنده لهناك وللأسف الشديد نعم مع الأعلامي القدير عبد الملك العزري غاب اهتمام الجهات المعنية به وغاب معه سؤال زملائه عنه إلا أن إحساسه بالوطنية وشعوره بالمسؤولية الأعلامية لم يغب رغم ما فيه ده الحين ما بيش حاجة مع بيش حياة الإعلام الرسمي الطبيعي هو أن يكون الإنسان مع الوطن مع التربة مع البيئة الذي خرج منها وأن يعمل لصالحها قبل كل شيء وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه شاهدناكم بصدفة حقيقة صدفة جميلة إعلام نقي السعيدة عندما قلت لنحن قناة السعيدة كنا شكرا لقناة السعيدة التي درجت هذا المنزل أو هذه الشقة المتواضعة أنا أقول للإعلاميين أقول للمسؤوليين أقول لرفاق الدرب هذا منزله وتلك زوجته وهذا المكان الذي يحتويه رغم قساوة البرد هنا إلا أن غياب العاطفة والاهتمام كان أقصى انتهاء التأمين الصحي وتوقف الرواتب لا يعني إيقاف حياة المبدعين بأصواتهم الوطنية فإن غابت الماديات لابد وأن تبقى الإنسانية